إيه هي مضادات الأكسادة؟ بتشتغل إزاي بالضبط؟ ويعني إيه أكسادة أصلا؟ الأكسادة ببساطة هي نزيف للإلكترونات الموجودة في المادة النزيف ده بيتسبب في تآكل المادة وتلفها وهو ده بالضبط اللي بنقول عليه في حالة الحديد مثلا الصدق ونزيف الإلكترونات ده زي ما بيحصل للحديد بيحصل جوه أكسامنا برضو إزاي؟ إنترو سريع وحقول لكم إزاي أهلا بيكم في فيديو جديد من خضرونيوم وكيميا الحياة معاكم محمد خضر والنهاردة حنتكلم عن مضادات الأكسادة أنتي أكسدنت التفاعلات التنميائية اللي بتحصل جوه أكسامنا بينتج منها نواتج سنوية خطيرة جدا اسمها الشوارد أو الشقوق الحرة free radicals الشقوق الحرة دي عبارة عن نواتج كسر ربطة زي دي مثلا بشكل متماسل homolytic fission يعني الإلكترونين اللي كانوا بيكونوا الرابطة دي بيتوزعوا بشكل متماسل على كل شق وساعتها كل شق من دول بيبقى معاه إلكترون واحد مفرد وخلونا نرمز لهذا الإلكترون المفرد بالقطع البيضوية دي إيه بقى الخطير في الشقوق الحرة دي؟ الخطورة كلها بتيجي من الإلكترون المفرد ده الطبيعي في الآيونات إن الإلكترونات الحرة الغير مرتبطة بروابط بتتواجد في صورة أزواج كل إلكترونين بيونسوا بعض لكن في حالة الشقوق الحرة الإلكترون المفرد الوحيد ده بيخلي الجزء مستصار ولا قط بري في موسم التزاوج ومستعد للتفاعل بأي شكل عشان يلاقي ونيس للإلكترون الوحيد ده والنتيجة إن الشق الحر ده بيخبط في أي مركب في طريقه وينتزع منه إلكترون بشكل عنيف جدا يسبب تلف جزئي أو ضمار كلي لهذا المركب اللي حصله النزيف الإلكتروني فيما يعرف بالأجسام والشقوق الحرة الهايجة ده بقى بتتولد بشكل طبيعي داخل أجسامنا طول الوقت بكميات صغيرة وأجسامنا بتعرف تتعامل مع الكميات الصغيرة دي عن طريق توظيفها في بعض العمليات الحيوية مثلا أحد آليات جهاز المناعة بتستخدم الشقوق الحرة دي كقزائف كيميائية لتدمير الجراسين والأجسام الغريبة وأجسامنا برضو بتحتوي على مركبات قادرة على انتصاص طاقة الشقوق الحرة دي وإبطال مفعولها التدميري وهي دي بقى مضادات الأجسادة اللي هشرح لك بتشتغل إزاي طيب طالما الجسم بيعرف يتصرف مع الشقوق الحرة الخطيرة دي فين بقى المشكلة؟ المشكلة هو إن الجسم لما بيتعرض لمستويات عالية من الملوسات أو الإجهاد الناتج عن العادات الغير صحية زي التدخين أو العك في الأكل أو حتى مجرد التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة كل ده بيرفع من تركيزات الشقوق الحرة دي داخل أجسامنا لمستويات أعلى من قدرة أجسامنا على احتواء خطورة الأسلحة الكيميائية الصغيرة دي وساعتها طوفان الشقوق الحرة دي بيستنزف الإلكترونات اللي محتاجها من خلايا الجسم فيتلف الخلايا دي ويمرضها ويمتد التلف دا للأنسجة فيعجل من ظهور أعراض الشيخوخة والشقوق الحرة دي ممكن كمان تخبط في الحمض نووي داخل الخلايا الـ DNA فتشويهه وتسبب طفارات تؤدي لتكون الأورام والسرطنات وأمراض خطيرة كتير طب والحل ايه؟ الحل هو أننا أولا نقلل قدر الإمكان من المسببات اللي بتؤدي لزيادة تركيزات الشقوق الحرة المؤذية دي وسانيا نزود تناول الأطعمة الكاملة اللي بتحتوي على مضادات أجسادة علشان نقلل من ضرر الشقوق الحرة اللي هتتكون طب هي مضادات الأجسادة دي بتشتغل إزاي أصلا؟ ده نموذج لفيتامين سي ومن أسمائه الكيميائية الأسكوربيك أسد أحد أشهر مضادات الأجسادة وكالعادة الكور السوداء بتمثل زرات الكربون والكور الحمراء بتمثل زرات الأكسجين والكور البيضاء بتمثل زرات الهايدروجين الجزئ ده حمضي يعني لما بيدوب في المية جوا الجسم بيفقد آيون الهايدروجين ده وبيحتفظ بالإلكترونين بتوع الرابطة اللي كانت مسكة آيون الهايدروجين بالشكل ده ولما بيقابل شق حر هايق طليق زي ده بيديله إلكترون من اللي اتنين دول ويقول له خد يا عم الإلكترون اللي انت عايزه هو وهدى كده ويقصر الشر ويسيب خلايا الجسم في حالها وبكده يكون الإلكترون اللي كان هنا ده خد الشر وراح وضحى بنفسه بدل مكان الشق الحر ينتزع إلكترون من أحد خلايا الجسم ويسبب تلف فيها ويتبقى إلكترون وحيد هنا واحد يقول لي الله طب واحنا كده عملنا إيه ما هو كده الجزء ده حيتحول لطور هايق برضو علشان يونس أم الإلكترون الوحيد ده وكده حيخبط في خلايا الجسم برضو والجزء ده تسمى مضادة أكسادة أوانطة يعني من مميزات البنية الحلقية الغنية بالإلكترونات لهذا الجزء هي إنها بتسمح للإلكترون الحر ده بإنه يتنقل بين الخمس زرات دول ويفضل رايح جاي بينهم يبرطع براحته في مداراتهم والروابط اللي ما بينهم البراح ده بيسبب استقرار هذا المركب الوسيط فيما يعرف بالاستقرار الناتج عن الرانين لأن الإلكترون ده لما بييجي هنا الربطة دي بتروح هنا فتقوم الربطة المزدوجة دي تتركز هنا وبعدين للخلف ضر وكل حاجة ترجع مكانها وهو ده المقصود بالرانين تواجد صور مختلفة لتوزيع الإلكترونات داخل الجزء اللي كل صورة منهم بتتسمى صورة رانينية أو بنية رانينية Resonance Struction وكل ما يزيد عدد الصور دي يزيد استقرار الجزء اللي بيفضل يبدل بينهم في رانين مستمر زي البندول بالإضافة لتعدد الصور الرانينية جزء فيتامين سي ده حمض سنائي القاعدية Dibrotic Acid أو Dibasic Acid يعني إيه؟ حمض سنائي القاعدية يعني الجزء الواحد منه يقدر يفقد آيونين هيدروجين والحمض الأحادي القاعدية بيفقد آيون هيدروجين واحد بس وسلاسة القاعدية بيفقد ثلاثة وهكذا وزي ما الجزء ده فقد آيون الهايدروجين الأولاني اللي كان هنا لما داب في المية يقدر دلوقتي يطرد آيون الهايدروجين ده برضو ويحتفظ بالإلكترونين بتوع الرابطة اللي كانت مسكاه وكمان وبالنسبة للإلكترونين دول فهم كده كده مستكانياصين مع نفسهم طالما هم كابل وعندهم الاربع زرات دول بمداراتهم وروابطهم يعملوا فيهم رانين براحتهم عدم الاستقرار والشراهة للتفاعل في الشقوق الحرة بتيجي من الإلكترونات الوحيدة الغير متواجدة كأزواج زي الأخ العزبونجي ده الوحدة صعبة قوي يا جماعة طيب والإلكترون الوحيد ده هيفضل يتقلب كده في نومة العازب دي للأبد لا هيفضل كده لحد لما يقابل شق طاليق تاني بيدور على الإلكترون فيروح له يهدي وساعتها الرابطة المزدوجة دي بتيجي هنا والإلكترونين دول هم كمان بيكونوا رابطة مزدوجة هنا ويبقى الجزئ الواحد ده أنقص خلايا الجسم من ضربتين موجعتين من الشقوق الحرة المؤذية كم أنت عظيم أيها الفيتامين سي إن رمى الفري راديكال سهامه تتقيها بفؤادك وده جزئ واحد بس البرتقانة الواحدة فيها منه تقريبا 170 تريليون جزئ طب والجزئ اللي تأكسد ده كده خلاص قدر سلطه في الحياة ومبقالوش لازمة لا فيتامين سي سواء بعد لما بيفقد أول إلكترون أو بعد لما بيفقد إلكترونين وهيتحول للجزئ ده دي هايدرو أسكوربيك أسد اللي دي أحد صوره إيرانينية بيدخل دورة من التفاعلات الحيوية اللي بتجدده تاني وترجعه لصورته الأولى علشان يعيد الكرة تاني وتالت ورابع ويفضل يحمي خلايا الجسم من الشقوق الحرة لحد لما يحصل له هايدروليتك أرينج رابشار يجيب أجله ولازم أأكد هنا إن فيتامين سي له وظائف حيوية كتير في الجسم غير إنه مجرد مضاد للأكسادة دوره كمضاد للأكسادة دي مجرد وظيفة هامشية على هامش وظائف حيوية كتير لا يتسع المجال هنا لشرحه وطبعا فيتامين سي هو مجرد نسال على نوع واحد بس من مضادات الأكسادة اللي بتنقسم لأكتر من 11 نوع بيختلف عن بعض في البنية الجزائية والصياغ الرانينية إلا إنهم جميعا بيشتركوا في القدرة على امتصاص طاقة الشقوق الحرة وإبطال مفعولها التدميري وطبعا كل نوع من دول بيختلف في كفاءة الفعل المضاد للأكسادة وأفضل نتائج صحية يمكن تحقيقها عن طريق خلط أكتر من نوع في الغذاء اليومي ومضادات الأكسادة اللي بنحصل عليها مباشرة من الأغذية الكاملة الطازجة أفيت بكتير من اللي ممكن نحاول نتعطاها من خلال ما يسمى بالمكملات الغذائية وعلى سبيل المثال للحصر هتلاقوا في المصادر دراستين بيوضحوا إزاي مضاد أكسادة مهم زي فيتامين إي لما بيتاخد بغباء عن طريق المكملات الغذائية بيسبب سرطان البروستاتة دي جانت لمحات مبسطة عن الأكسادة والشقوق الحرة ومضادات الأكسادة والرانين أتمنى أني أكون قدرت أوصل لكم معاني المفاهيم دي شكرا على المشاهدة والدعم وحتى نلتقي في فيديوهات قادمة أن في انتظار تعليقاتكم واكتراحتكم وأسئلتكم والسلام عليكم